سمع الله لمن حمد اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضاه اللهم إن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناءك وتقدست أسماءك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحنته اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم إلا نعوذ برضاك من سفطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الله أكبر